الخبر الأخير في هذه النشرة أغلق قسم الصحة البيئة بمكتب الأشغال العام والطرق في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقت عدد من المطاعم لمخالفتها ذبح المواشي خارج مسلخ اللحوم المركزي للمدرية وعضح رئيس قسم الصحة البيئة حسن الشعبي أنه جرى ضبط وإغلاق عدد من المطاعم الكبيرة لعدم التزامها بذبح المواشي في المسلخ المركزي للمدرية بشيرا إلى أن تنفيذ حملة الأغلاق تأتي بعد الإشعار المسبق بمنع ذبح المواشي داخل المطاعم مؤكدا استمرار قسم الصحة البيئة في حملته الرقابية على جميع المطاعم بمدرية المنصورة لتأكد من مدى التزامها في ذبح المواشي بالمسلخ المركزي للحوم بالمدرية تحت الإشراف البيطرية التابعة للمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الصالمة بحقهم